وشايفك انك انت مستقر وشايفك انه انت برضه فيها بحس ان التلات كروة تنجمعوا هدول مع بعض اه عشان انه انت عنيد ممكن شايفك انه انت عنيد انت شخص عنيد يا برج السرطان ممكن عاندت مع هذا الشخص ايه وبرده انا شايفه انه هو كان حاسس معك برضه احساس انه كان حاسس معك بالاستقرار كان حاسس حالة ملك كان ثابت كان يارف ايه واني وجه خطبته بالزبط للاستقرار وكان شايفك انك انت معطاء لانه هان شايف شخصيتك انت معطاء برضه وانك طيب وحنون ومشارك مش طفولية مشارك حقيقية للطفل اللي لما يحكي لالام انا بحبك معناتي صادق الطفل ويحب لانه الطفل بيعرفش يجزب انه يعني يجزب على الشخص اللي هو بحبك وهو بحبهش يعني لما الطفل يروح لع شخص ويحكي له مسلا انت بتحين ان الطفل يكون خايف منه بظهر مسلا ملامح بتظهر عليها الخوف وببعد عن هذا الشخص فهو حاسك انك انت كالطفل الحقيقي يعني وكمان كانك كاف الطفل الموجود جديد بتحملش اي حقد اي قره لهذا الشخص لا نهائيا وشافك انك انت قدمت له شيء حقيقي عرض حقيقي حب حقيقي كنت معاه طيب لاخر درجة وكنت ملطا وكنت كمان لما تعطيه الفكرة تعطيه هي تعطيه بحب مش تعطيه مثلا بعنف او كبر انك انت واو انت حلت له مشكلة لا وكاني شاف لما انت تحلل له مشكلة تعطيه الحل بطريقة عفوية وطريقة حب وود كاني شافك انت ودود كتير يعني انت ده اللي بتحب تبدأ معاه وبتحب تتطمن عليه وشافك انك انت انسان بتحب تتطمن على انسان اللي بتحبه الطيبة طبعتك اللي خلتك دايما يعني توجه هاد الشخص للمصار الصح فهو شافك انه انت دايما كنت تتواجه بطيب مش بك يعني بانه انا خلتك تعمل كذا وكذا اشكرني لا انت كنت تتواجه من محبتك الى من حبك الى فهو شافك انك انت بعدين انت شخص موجك هادي مش مش يعني عصبي او الايجو عندك عالي هو شاف انه مش عندك ايجو او يعني الكرامة الزائدة لأ انت يعني بتروح ومعندكش مشاكل نهائيا في الاسطوح يعني بتصلح يعني طيب من الداخل هو شافك يعني انت دايما بتبلش يعني انت بتجيش مدقاء مسعني نحكي الفيتش والنايت النايت دايما بيجي عحصان واسك الكاسة قدامه وبينمشي خطوة خطوة وشوي هيك انه هيني انا اجيت وفتحوا لي الابواب كلها واستقبلوني في مثلا هللولي ان انا اجيت وانت لأ انت بتيجي عجريك كل طيب وخاضر وبكل اه 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 تواضع متواضع ايوه انت متواضع لما تشور عليه كل التواضع تشور عليه لما تبين له حبك كنت متواضع كل تواضع تبين له كل شيء شابك طيب 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 بها درجة اه مبالغية شايف هو شابك طيب طيب لدرجة رائعة شابك يعني انت اذا هو كان مسلا اه في غضب وفي كمة الغضب انت بتبطب عليه وتعرف تعطيه حلول بالطيب وشابك ان انت روحاني جدا 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 طيبتك روحاني انتك عالية اه شابك انك انت كمان اه اذا هو مسلا سبب لك اذا انت بتظل اه متسامح وبتترك الامور لله وشابك انت مؤمن بالله جدا انت مؤمن بالله بعضاء الله وانت دائما اه مؤمن انه الحياة هي او شافك خلال علاقته معاك شافك انك انت متساوي اه اه مؤمن في المساواة واعطاء الناس حقوقهم زي ما انت بتاخد لازم تعطي اه اه احتمال هو شافك انك انت مستقر في علاقة وانت كن طرف ثالث وهو كان طرف ثالث عفوا واحتمال انه شافك انك انت بتهتم بردونا الماديات بتحب تكون مستقر ما بتحبش انه انت تحتاج حدا بتحب تضل مستقر وما تطلب لحد اي معاونة بس هو شافع طيب جدا 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 برج الاسد برج العضرة والاسد في المرة طيب بس هو زعلان هذا الشخص جدا من الف رابا هو عارف انه انت زادتنا انه ادخل طرف احتمال هون من ناحيته ومش من ناحيتها كمان في حد عرض عليك الحب لكنك انت خلص سكرت قلبك لانه انت حسيت لنا الحب انت مش مؤمن في الحب وانت مش حسس بامان داخلي او مش مؤمن لحدة يجي ناحيتك انت قلقت قلبك وخلص انت حكيت انا بالزيادة هيك خلص اه تتبت يعني انا لسه طالع من تجربة فاحكمال ان يكون في حد عارض عليك الحب وانت خايف تقبله لانه انت مش مؤمن في الحب فهو نقول لك انه السلام بيجي لما انت تؤمن في الحب انه الحب موجود والتسامح تنساش انه لازم يصير التسامح لان هالشخص كلهم ابدع فيك زحق من الاخر زحق وانتجرت فيه يعني انت كشفت حقيقته قليتها وغميته من البرج كله انه مو زي طهق خليك يعني جبت يعني وصلت معك لمرحلة انه خلص بس انه بكفي انه لازم تحط الستوب وتطلع من حياتك انا حس انه انت اكتشفت انه في علاقة طيب ايه شو نواياه؟ نواياه دفول وخطه طبع التوقف صور نواياه هي البداية الجديدة نبلش من السفق نبلش بداية الجديدة نواياه بس شو هي البداية بنا نشوف اش هي البداية ساعرك لنشعر؟ نبدر نبلش بداية وبدا روح شخص هاجة نواياه يستقر مستقر مديا احتمال انه اللي بينكم كان مشروع وهو خطلك المشروع هذا وانت كنت تعطيه هو ياخد بس ما كانش يعطيك فالشخص هذا نوايا ماوي انه يقدم لك عرض بس خليلنا اشوف اشكتل طوال يتوفر سورد وانه بدي يتبعد الشخص بدي يتبعد بدي يتوازن استقر هو بدي طب خلينا اشوف بس الشخص هذا شنو يوم نحي تكبرج السرطان شايد شايد برجك انت السرطان العقرة بدي يتبعد بدي بدي يتبعد الشخص نوايا وخطوة انه يتبعد الشخص هذا بدي يبلش رحلة جديدة في حياته هي رحلة الاستقرار ورحلة انه يفوت بعلاقة جارة بعلاقة اخرى الشخص هذا بدي يشوف حياته بديهيش لنفسه بشكل الشخص هذا مش مسؤول الشخص هذا مش مسؤول هيا اشوف بس بس هو انتظرك انت اللي هفتراوش لانه هو شايفك اللي هون كان شايفك انه مستقر عفكرة الشخص اللي بدي يبالش بتاعي جديدة ويستقر زيك هو بدي يستقر زيك ويصير طيوب زيك وفي حاله وهادئ وكمان هو بدي بدي يفرجيك انه قادر يبدأ بداية جديدة لكن بديك عنك مش قربي الشخص هذا يتباعد يمسك على نفسه ويتباعد احتمال الشخص هذا يتباعد عشان انت تبالش معه انت يبرجي السؤال بتقدمه يستعطفك انه عرف انه تطيب مش رح تقدر تباعد عنه واذا تباعد رح انت تخاف عليه وبدت تعرف يعني شو اخباره وليش وليش تباعد اختفع تختف الشخص هذا عشان انت اللي تبالش انت هون انت اللي تسأل عنه وبتخليك ترقبه بتعرف اخباره او بتعرف انه بلش بداية جديدة قد تباعد عنه لانه يتباعد يباعد عملك بعيد كتير يغير اتجاهه يغير اتجاهه يباعد ويستقر ويخلق عالموضوع مؤقتا طب هم 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 هنقول لك فيه نيولاب انت شوف نيولاب الجديد لانه فيه حب جديد ونقول لك انه السنة مدينة داخلي بيجي لما احنا نؤمن في الحب لما احنا نقامل انه فيه حب في الحياة يعني اجيد راح خلينا اشوف لك بس كم الكرفت لانه مش هارف الشخصة كيف شخصيته يعني شخصيته مبينة مش مسؤول وبيحب يعمل نهفات يعني يعمل مقالة انه يتخبه فانت تقلق عليه انت تروح تسأل عنه تمام يعني مش انه حلها بالحكم يعني يعني هو عارف انك انت راح تقلق عليه وتسأل هو طب ونختفق هو لاش تباعد هو ممكن مريض فبدي خليت تقلق عليه حاسه انه ما بقتش طفولي تفكيره طفولي وضيامه الحينه عنيد ويببعد ويمسك نفسه تمام الشخصة علاقات متعددة مرق بعلاقات كتير فهو عارف انه كيف يقدر يرجع العلاقة يعني مرق التجارب كتير فعارف انه كيف يرجعك يعود يرجع اتجاهك لعنده ايه هون بيحكو لك تذكر من انت انت طفل قوي ومحبوب من الله انت محبة بالغاية انت طفل محبوب تذكر انا من انت انت طفل محبوب انت انت شخص محبوب من الله ومحبوب للغاية لانك انت طيوب وقلت لك انت كالطفل يعني انت هو شعبت الطفل شعرك صادقة ايه زي الطوب الابيض النقي فان بقول لك تذكر انت مين واذا في حب حياتك جديد خدا لان انت بحاجة انه تعمل انه في حب طب عشان طب هل هذا الشخص محبك هو 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 متحفز به جدا جدا مركز معي لكنه الشخص هذا بغرفش يتصرف المواقف الصرفة في العلاقات طب شو بيعمل بيغرب عشان انت تنحق يعني بخب مشاعر وكل اشي عشان انه انت تتحنله وترجع تدستقله وترجع سوف عشان بحبك جدا هات الشخص ها نغفتني فلو تقف كبس يعني اكتر من هيك يعني هون خب بي حتى بديش يحكينا بديش احكيكو يعني كاف الكشفتو عني ولا احنا نعرف الشخص هذا بحبك جدا انت بحس معت الحرية وبحس حالة أن الطفل أو مدلن وبحس حالة مدلن معك وبحس أنك أنت بتفهم نظرة عيني يعني لما أنت تشوف عيني بتفهمه طوالي وبتعطي المنساني شو بده فهو محتفظ فيك مشتارع من راسك تهيئ طيب خلينا نشوف أنت يا بورج السلطان شو مشاعر أنت من ناحيتك انت مكسورة وانت تتعبان جدا انت في قومي بتعبك عشان هيتم قولولك سامح وعشان تكتشف ان الحب موجود انه لازم يتسامح عشان يكون في سلام داخلي عفوا لازم يتسامح وعشان تكون في سلام داخلي كمان انه تؤمن في الحب انه في حب انت غالبان انت مكسور قلبك بطلجة يعني طيب هذا الشخص شو عمل فيك غير الشيء اللي حبيني على أخر غازك 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 علاقة الشخص هذا الشخص هذا غازك علاقة غازك بالشيء ما أو قصع عليك كان قاسع عليك قاسر حكم شخص هذا كان قاسع عليك جدا تتعطين من خنوق تتعطين من خنوق تتعطين من خنوق تتعطين من خنوق كأنك مش قادر تحكي يعني ملتزم الصمت قاسع الشخص هذا تقسم عليك لأنه شيفك طيب أوه ووه الشخص هذا اتعمد يكسر قلبك وانت تعرف ان هو اتعمد يكسر قلبك ادخل طرف اخر عدك الشخص هذا طرف اخر تلاشاك وأخذ علاقة أخرى طرف آخر ثرثر عنك بكلام كان قاصي جداً بالنسبة لك كسر قلبك هذا الكلام أو الموقف اللي شفته هو كسر قلبك وهو كان يعني قاصي معيك يعني بدون رحمة عامرك بدون رحمة برض برج السرطان يعني لحتمال إلا بتتعامل مع برج السرطان أو كأنه مثلاً نحط لك بلق وهرب حكي كلام كان قاصي بالنسبة إلا قصها على قلبك وشرد تعب وشرد يمكن حط لك بلق وهرب فجأة انت حطيت البلق وخلص أنهيت الموضوع لأنه قلبك انكسع خلص يعني جادل تحمل أكتر من هيك دعنا أشوف حكينا إحنا برج السرطان زيت يا برج السرطان بس اطعمل كسرات القلب هاي خلنا نشوف نصيحة من الثلاث إلك يا برج السرطان كنت تشاهدنا ارمي المواضي ورا دهرك فكر في حياتك وإطعمل العلاقة التلاتية إذا انت كنت في علاقة تلاتية اطعملها وهتقدم خطوات لأقدام في أشياء في نيلة تجايك وانت محبوب من الله وبس انت محتاج التسامح ومحتاج ان انت عشان تحس بالسلام داخلك وهتمشي لو قدام محتاج انك تؤمن في حب يعني انت احتمال بجيك أشخاص وانت بتقول لأ بديش أنا مخاف يمكن بس إرجاب يروح مثل الشخص اللي قبله فانت قدم لو قدام اترك كل شيء وراك وفكر في مستقبلك وفكر في نفسك تقدم فقط فكر في الاشي اللي في ايدك انت في مشروع في شخص أمامك في شيء فكر في عائلتك واذا انت حاسس ان العائلة هي مثلا تقيدتك ومش قادر تطلع مسؤول انت عن عائلة اطلع اكسر اللي يقعد وحب نفسك تخليش يعني يحبك للاخرين يكون على نفسك يجي على نفسك فانت بس قدم لو قدام اقرب الماضي وراك وفكر في مستقبلك في حياتك انت اقرب يبعينا طقاط مائية نورية وهوائية وترابية كل الطقاط موجودة فيك شكرا ملكو يا برج السرطان اذا حبيت تحكولي شي قصتك وش الشخصة سوا فيك وحكولي في التعليقات لانه شكرا يعني جاي باخرك الى النهاية جايب معك يعني انت تحملت فوق طاقتك بس عفكرة راحكي لك اذا الشخص تركك على طين طرف اخر فهو بنفسك عنه حاليا لكن انفصال قاصي حق قاصي يعني جمور فيه وهو عفكرة فهذا الانفصال تذكرت وتشوش انه كيف تركك وصار يقارن بينك وبين الشخص اللي بنفسك عنه حسنا انا بسطور فرح البرج السلطان ربناما ايضاء حق حدا نهائيا شكرا انكم وسمحة�ا قمت جديد معنا في القناة اشترك فعلي جرس ليش وصلة في كل جديد ولا تنسووا النيك جماعة ،وشرق